جددت مخرجات اجتماع شرم الشيخ الأمني يوم الأحد التفاهمات التي وضعتها واشنطن وعمان والقاهرة بمشاركة رام الله وتل أبيب لكن دون وجود ضمانات أو إعلان مرجعية لفرض احترام البنود التسعة وفي المقابل مسلسل الاقتحامات والتصفيات والإغلاقات الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي بين اجتماعي العقبة وشرم الشيخ استياء وخيبة أمل واضحة تخيم على الشارع والفصائل والقوى الفلسطينية ردا على مخرجات الاجتماع الخماسي في شرم الشيخ فبحسب بنود الاتفاق التسعة ستمتنع حكومة الاحتلال عن مناقشة أي وحدات استيطانية لمدة أربعة أشهر وترخيص البؤر الاستيطانية لمدة ستة أشهر لكن دون وقف بناء ما جرى المصادقة عليه من وحدات استيطانية منذ تشكيل حكومة بن يمين نتنياهو المتطرفة قبل قرابة ثلاثة أشهر كأن من المسموح والمقبول أن يستمروا في بناء 13 مستعمرة جديدة أقروها وهذا لم يحدث منذ عقود وكذلك استمرار في بناء 10 ألاف وحدة استيطانية تم إقرارها الذي جرى للأسف الشديد يتعارض مع مواقف غالبية القوى الفلسطينية ويناقد إعادة التمسك بالاتفاقيات التي هدرتها إسرائيل يناقد موقف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأفضل للسلطة الفلسطينية بدل التوجه من اللقاء هذه الحكومة الفاشية أن تتجه للوحدة الوطنية ولتوحيد الصف الوطني الفلسطيني وبناء قيادة وطنية فلسطينية مؤحدة وقبيل انتهاء الاجتماع الذي تناول الشق الأمني وتجاهل الجانب السياسي وركز على ضرورة إنشاء آلية للحد من العنف والتحريب حدثت عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس لتؤكد على التمسك الشعبي بخيار المقاومة كطريق لانتزاع الحقوق الفلسطينية والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة الاحتلال الذي حول بلدة حوارة إلى ثكنة عسكرية وفرض إغلاق كاملا للمحال التجارية ضمن سياسة عقاب جماعي لم تتغير قبل وبعد اجتماعات التفاوض المشكلة أن الذين يحكمون في إسرائيل الآن هم فاشيون ويقولوا عن أنفسهم أنهم فاشيين يعني يفتخروا بذلك ولذلك عمليات التصعيد هي في الأساس من الجانب الإسرائيلي ولا يمكن الحديث عن تهدئة في ظل استمرار الاستيطان ولا يمكن الحديث عن تهدئة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين هذا أمر غير صحيح ولذلك مثلما حدث الاتفاق العقبي أنا توقع أنه سيحدث الاتفاق شرم الشيخ ولن تحترم هذه الحكومة الإسرائيلية لن نتائج ولا ما اتفق عليه واستكمالا لعمليات التصعيد والتعدي على الحقوق الفلسطينية والتي تتناقض مع مخرجات اتفاق شرم الشيخ وقع وزير أمن الاحتلال القومي أتمر بنكفير أمرا بحضر بث إذاعة صوت فلسطين الرسمية في مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل وإغلاق مقرها فيما جرى استدعاء موظفي الإذاعة للتحقيق فعن أي تهدئة يتحدث الاحتلال وسط كل هذه الانتهاكات؟ من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا